وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعدة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن ووزيرة صحة أن تخصيص يوم للاحتفاء بالطبيب البحريني يعكس مدى اهتمام مملكة البحرين بدعم ومساندة مسيرة الأطباء وتقديرها لدور الكوادر الطبية الذين ساهموا بسواعدهم ضمن فريق البحرين بكل كفاءة واقتدار في صنع إنجازات مميزة وعطاءات مثمرة في القطاع الصحي أن تخصيص يوم للاحتفاء بالطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر هي مناسبة عزيزة علينا وعلى الجميع لأنها تحكس وتأكد مدى اهتمام مملكة البحرين الغالية بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدعم ومساندة مسيرة أطباءنا ودور كوادرنا الطبية في مملكة البحرين اللي ساهموا بسواعدهم المخلصة ضمن فريق البحرين بكل كفاءة واقتدار في صنع إنجازات مميزة ومشرفة وعطاءات مثمرة في القطاع الصحي شتى التخصصات سواء كان في المحافل المحلية أو الإقليمية أو الدولية نفخر بأطباءنا البحرينيين لأنهم الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية لهم دور حاسم في تدعيم كافة مسارات المنظومة الصحية بما يحقق التغطية الصحية الشاملة سواء كان على صعيد الصحة العامة وتعزيز الصحة أو الرعاية الصحية الأولية لتمثل البوابة الأساسية للرعاية في مملكة البحرين أو على صعيد الرعاية الثانوية والثالثية اللي بأدق تخصصاتها واللي يتمتع فيها كفاءاتنا البحرينية بكل اقتدار لما يحقق هذه التغطية الصحية يستحقون هذه التكريم يستحقون هذه التقدير كونهم نموذج يحتدى به في الكفاءة والإنجاز يتمتعون بأعلى المستويات سواء كان مستويات علمية مهنية أو أخلاقية في المجال الطبي وهي مسيرة مميزة ومتميزة أتقدم لكل فرد فيهم زملائي أخواني أخواتي الأطباء بكل الشكر والتقدير نظير ما يبدلونه من جهود مخلصة وكبيرة مكنت مملكة البحرين ومكنتنا من تعزيز مكانتنا إثراءنا بمكانة وسمعة طيبة في القطاع الصحي نالت هذه القطاعات أو نال هذا القطاع وهذه الكوادر جوائز عالمية في القطاعات المختلفة وأيضا نالوا استحسان وشهادات مميزة وإشادات في كافة المحافل ترجمة نانسي قنقر